السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم في خناتكم الجميلة أو معتز الإلكترونية على اليوتيوب بالنسبة اللي بتفرج عليه الأول مرة ما ينساش اللايك والشريف في الخناة وأهم حاجة فعل الجرس على الكل عشان يوصلكم إنه كل جديد كل ما يخص الإلكترونيات من شرحات وأعطال وكل ما يخص الترددات الفضائية على جماعة الأخمار وكل ما يخص الأحداث الرياضية والقنوات الناقلة له بإذن الله لا يتبعنا يستفيد من الحلقة اللي نبقى قدمه لكم أول بأول تعالوا بنا نشوف الحلقة النهاردة بتتكلم عن إيه تردد جديد وحاصر زهر على الناقل سات لقناة المواكب أضافها جميلة ومميزة لقنوات الناقل سات لو القيمة اللي عندها خلاف الأن بشرح حلقة بسرعة جدا هتدخل على الشرحات الموجودة داخل قناتي ومن خلالها هتقدر تضيف أي قناة أو أي تردد على جهازك سواء إذا كان عندك ريسيفر عادي أو أي شاشة عرض بتاعتها داخلي كل الشرحات موجودة داخل القناة ومن خلالها هتقدر تضيف أي تردد على جهازك بكل سهول أما بالنسبة لكتر من تسعين في المية من الأجهزة الموجودة في السوق هنضغط من الرموت على زرار المنيو نقف على قيمة وفاقة كلمة تركيب بضغط علىها بزرار اوكي هيزهر معي قيمة تانية وفاقة قيمة الترددات بضغط علىها بزرار اوكي يعني بضغط منيو ووقف على كلمة التركيب وضغط اوكي ونزل بعد كده على قيمة الترددات وضغط اوكي وبالنسبة لقائمة الانجليش هضغط من الرموت على زرار المنيو ووقف على كلمة الانسليشن هضغط علىها بزرار اوكي وانزل بعد كده على ترانزبرد الليست واضغط علىها بزرار اوكي ومجرد ما بدخل لقائمة الترددات هضغط من الرموت على الزرار الأحمر واكتب التردد بتاعي وبعدين هضغط اوكي واجه الخطوة اللي بعد كده ونقف على التردد هضغط من الرموت على الزرار الأزرق وضغط اوكي وبالتالي الجهاز يبحث التردد ويزال في قيمة البحث قناة جميلة جدا مكتوبة عليها المواكب وده احدى التردد للقناة بتاريخ شهرة 2 اللي عامها 22 قناة المواكب موجودة على تردد 10 9 7 2 معدل الترميل 27 500 والقود بيه اتش او هوريزين تلاق وفقي التردد اشارته عالية وسهلة جدا استقباله باطباق تبدأ من 60 او 70 سنتي ولكن بيحتاج ان يكون عند حضرات اكراسيفر بيتعمل بنظام الاتش دي او شاشة عرض بتحتها للصفر داخلي بيتعمل بنظام الاتش دي عشان تقدر تستعبق القناة المواكب على جهازك المواكب اضافة جميلة وممائزة جدا وقناة متنوع بعدها لكل محبين اللي بيتابعوا معي الترددات الجدائية والحصرية اول باول بكده حلقة النهار ده خلصت واللي بتفرج على قناة الاول مرة ما انساش هدعمنا بلايك واشترك في القناة وفعل الجرس عشان اوصلكم انه كل جديد اشوفكم على خير في حلقة تانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته